لأنه لما تبقى الدولة وقع تحت خطر إرهاب حقيقي شرقا وغربا وجنوبا فينهيه عن بكرة أبيه يبقى تحية مصر ويحيى عبدالفتاح السيسي لما تبقى عارف إن بتنزل نشرات للناس في بلاد برة ما تسفروش مصر لأنها بلد خطر عليك وعلى أمنك ثم يتحول الموضوع إلى أنه تبقى أنت موضوع في المراكز الهامة للخريطة السياحية على مستوى العالم يبقى تحية مصر ويحيى عبدالفتاح السيسي لأنه لما توصل إنه يبقى فيه عندك مجموعة لا بأس بها على الإطلاق من الجامعات تبدأ تعمل بروتوكولات دولية تعاونية بحيث إنه الطالب اللي فيها ياخد بدل الشهادة الجامعية اتنين من الجامعة المصرية زائد الجامعة الموجودة في أمريكا ولا في اليابان ولا في غيره يبقى تحية مصر ويحيى عبدالفتاح السيسي لأنه لما مصر الأول مرة تبدأ تشتغل على ابتكار اختراع الأدوية واللقاحات زي ما حصل في أيام كورونا على سبيل المثال واللقاح المصري قاب قوسين أو أدنى من إعلانه قول إن شاء الله وقانون التجارب السريرية يشرع ويجاز ويخرج للنور يبقى تحية مصر ويحيى عبدالفتاح السيسي أكمل ولا الحلقة هتخلص هكمل بس في آخر الحلقة يعني لسه في عندنا فقرة رئيسية هنقعد نتكلم 8 سنين يا طرى هل طرى حصل فيهم إيه 8 سنين تقدر تقول أنه تولى فيهم رجل حلم وبدأ يحقق أحلامه لبلده يوم ورا يوم النهار ده ما كانش في حفلة ده الريس كان واقف في اجتماعات قاد عمال بيناقش خرط التنمية ومزيد من الاستصلاح الزراعي والمجمعات الصناعية ما حضرش حفلة ما شغلش نفسه بالمسألة ده ما بناش مربع اسمه قرية سمها قرية السيسي الحديثة مثلا غيره كان بيعمل مدن بأسماءه واللي فاضل كانت يبقى بأسماء ولاده بالمرة يا الله وماله احنا شرفة قوي احنا حلوين قوي طب الفلوس منين محدش بيجاوب بس ماشي مش موضوعنا تحيا مصر ويحيا عبدالفتاح السيسي يوم واحد واحد من ثمان سنين كاملة بمقام ثلاث سنين عدوا ثلاثين سنة عدوا قبلها يوم واحد عشان اليوم الواحد كان يحمل تقريبا عشر تلاف مشروع يعني عشر تلاف مشروع بمنتهى الصدق ودون اي مبالغة لو اعتبرت ان الكبري الواحد مشروع هنعدها كده لو حسبت ان مصر حصل فيها بنا بما يصل الى سبعة تريليون جنيه هتعرف انه تحيا مصر ويحيا عبدالفتاح السيسي هو اللي انا بقوله ده كلام مطلق لا بعد اذنك ادخل على حاجة حلوة كده اسمها جوجل نعم اخترعوها من فترة اكتب كده بوابة الحكومة الالكترونية وخش بص او خش على البوابة بتاعت مجلس الوزراء المصري واعد شوف ايه اللي حصل من شهر خمسة 2014 لحد اللحظة اللي احنا وقفين عليها دي على سبيل المثال وان كان واحد من اكبر واهم الامثلة هو مشروح حياة كريمة اللي يغير حياة تمانية وخمسين مليون مواطن فعند انتهائه قد يصل العدد تقريبا لستين واحد وستين مليون في القرى وفي النجوع وفي العزب وفي الكفور يبقى تحيا مصر ويحيا عبد الفتاح السيسي